وفي الوادي الجديد أعرب عدد من زوار الوادي عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي وذلك خلال زيارته من المحافظة حيث تمتلك الوادي الجديد مقاومات سياحية فريدة ومتنوعة نعمل برنامج هايل على مستوى محافظة الوادي الجديد عندنا خطة طموحة أن نستضيف مليون سايح في خلال 23-24 بحيث أنه يبقى بكورة السياحة العلاجية البيئية المطلوبة دلوقتي على مستوى العالم كله أهم محافظة للسياحة من ناحية المناطق الأسارية والسياحية عندنا أماكن طبعا تتميز بالمياه الكبرتية زي بير ثلاثة جناح وفيه أبار برضو تانية عندنا الدفن بالرمال عندنا كهوف الملح وطبعا تتميز بالمعالم السياحية الكثيرة إحنا بندعو الناس أن هما يجوا الوادي الجديد أرض الوادي الجديد أرض مقصد قوي جدا لنا وأكبر محافظة في مصر وكلنا مقصرين معها كلنا لو عرفنا الوادي الجديد بما تشمله من مقاصد سياحية فيها سياحة الصحرة، سياحة تاريخية، سياحة الوحات، سياحة الأبار السياحة الفلاحية دي مقصد جديد علينا في مصر لو أضفناه وكلنا محتاجين إزاي نتعايش مع الأرض وإزاي نتعايش مع الطبيعة سياحة الفلاحية